السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر بجد شر البلية ما يضحك يا ابني أنتو شوية حرامية الرئيس بتاعكو حرامي توليدكو حرامية أنتو عشان مجموعة من اللصوص وسارقي اقتصاديات العالم واقتصاديات الجميع وبتدوروا على أي حاجة تسرقوها فأنتو متصورين أن روسيا زيكم دية الكلمات اللي رد بيها سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي على صحفي أوكراني حاول أن هو وخطط طبعا أن هو يحطه في خمتليات في سبيل أن هو يفضح روسيا في المؤتمر الصحفي اللي عقد منذ ساعات قليلة في قلب أنقرة بتركيا أثناء المباحثات التي أجريت ما بين روسيا وما بين تركيا المباحثات كانت بتستهدف إزاي أن نحن نفك الاشتباك الحادث بخصوص أثمة الغذاء العالمية ويا عم فلادمير بوتن الله يخليك ويهديك حاول أن كنت هتتنازل شوية عشان العالم كله عاد بيرقع بالصوت الحياني وجعان أنت منعت عنه الحليبة والريبة على رأي المصريين طبعا المباحثات كانت بتستهدف كده وإحنا كنا طبعا خصصنا حلقة سابقة بهذا الخصوص وقلنا أن فلادمير بوتن فرض الشروط بتاعته ما علينا في النقطة دي أهم حاجة اللي احنا بصددها النهاردة أن في المؤتمر الصحفي العالمي اللي عقد بعد المباحثات دي فجئنا بالبناء آدم ده اللي هو الصحفي الأوكراني بخطة متفقة مع دولته حاول أنه هو يحرج سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أثناء المؤتمر الصحفي على الرغم من أن المؤتمر الصحفي كان مخصص لمناقشة أشياء بعيدة كل البعدة عما طرحاه هذا الصحفي الأوكراني الصحفي بالكاميرا بتاعته جئ وراح وقرب من سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي قالوا أنتوا روسيا سرقتي غير القمح من عندنا المفترض جدلا في مثل هذه المؤتمرات الصحفية حضراتكم بتظهر شخصية السياسة اللي موجود قدامك يعني احنا كصحفيين أحيانا بنروح مفجرين قنبلة أو سؤال نرميه لأحد الشخصيات من خلال الإجابة عن السؤال ده بتكشف السطار عن مدى ثقافة وقوة وعقلية الشخص اللي قدامك تقدر بالزبط تحكم عليه إذا هو تلجلج بتعرف أن ده شخص تافه جدا وهو محطوط زرا للرمادة في العيون وخلاص ومالوش قيمة إذا السياسة ده أو الشخصية اللي انت بتتحاور معاها جوبة إجابة زكية من وحي اللحظة تعرف أن الشخصية دي شخصية غير عادية من خلال الإجابة اللي ظهرت على سيرجي لافروف واللي قالها واللي طرحها خلال المؤتمر الصحفي حضراتكم بتتأكده أن واحد زي سيرجي لافروف اللي هو زير الخارجية الروسي ده شخص غير عادي وأن فلادمير بوتين ما بيختارش أي شخص لأي مكان فلادمير بوتين بيختار الرجالة بتوعه على الفرازة بشكل كويس جدا ويمكن هو ده اللي احنا لاحظناه حضراتكم من خلال العديد من المؤتمرات والجوالات والمباحثات اللي أجراها سيرجي لافروف فيه مثلا مجلس التعاون الخليجي والمباحثات اللي أجراها مع كل دول الخليج بشكل زكي للغاية ووصل فيها لنقاط إيجابية بشكل كويس جدا فطبعا في المؤتمر الصحفي ده ظهرت شخصية سيرجي لافروف شوفوا مثلا حضراتكم الصحفي الأوكراني اسمه مسلم عمروف بكل وقاحة وبجاحة وقلة أدب الصحفي ده قال له ماذا سرقت روسيا من أوكرانيا إلى جانب الحبوب فسيرجي لافروف تقبل السؤال بشكل هادي مهتزش قال له عفوا عيد على مسامعي السؤال مرة أخرى سيرجي لافروف راجل صايع بحر على رأي أحمد حلم في الفيلم بتاعه راجل زكي جدا قال له ماذا سرقت روسيا من أوكرانيا إلى جانب الحبوب اللي انتوا نهبتوها قال له أرجو منك توضيح لأن أنا مش فهم السؤال شوفوا حضراتكم طلب منه طرح السؤال ثلاث مرات أمعيد عليه نفس الصيغة تصرف مخابراتي حضراتكم هو طرح السؤال للصحفي ثلاث مرات عشان الصحفي يعيد نفس السؤال إذا تم إعادة نفس السؤال بنفس الصيغة يبقى الصحفي مصمم وجاي ومرتب أوراقه بشكل كويس جدا وإن السؤال مش من وحي اللحظة إنما السؤال مترتب له على أفضل ما يكون سيرجي لافروف بكل هدوء جاوب ومزمز أمتعنا بالإجابة بتاعته إلى درجة إن إجابة سيرجي لافروف اللي ما كانتش طبعا ملاج لها ولا الكلام ده كله بل بالعكس واجه السؤال بابتسامة عريضة جدا وجاب لهم من المنائي خيار عارفين المسأل ده تعالي نشوف بعض المنشتات ونشوف بعض ردود الأفعال ونرجع لحضراتكم وإن مزمز في كل التفاصيل لأن التفاصيل ممتعة جدا بتؤكد بملادع مجالا للشك إن الدولة الروسية مش مشي عباءا مشي على حسب خطة موحدة ودقيقة جدا مش زي ما بتقول وسائل الإعلام الأمريكية إن خلاص فلادمير بوتين فقد السيطرة على الرجال بتوعه وإن هناك صراع في الكريملين وإن هم خلاص بيتقسموا تركة الدب الروسي لإن فلادمير بوتين فضله كم يوم بقى ويودع ويفلسع لإن الراجل مصب بسرطان وهو الراجل أساسا ما عادش قادر ياخد أي قرار سيبكوا من الكلام ده كله ما حدث في هذا المؤتمر الصحفي كصحفيين بنحلله وبنحطه في برواز تعالوا نتفرج على المنشتات ثم نرجع مرة أخرى لحضراتكم لا أفروف الرد على صحفي اتهموا بالسرقة أنتم اللصوص طبعاً هذه الأطاة من المؤتمر الصحفي أخوة دم حضراتكم أتحدث عن أسلحة أسلحة الغربية وزارة الدفاع البريطانية تعلن القوات الروسية تستهتف التقدم إلى جنوب إزيوم شرقي أوكرانيا تعالوا بقى حضراتكم نستمتع كده مع بعضينا في اللي حصل من خلال اللقطات اللي حضراتكم شفتوها ديت وسيرجي لافروف بكل هدوء الصحف أعمال بتكلم وهدي قال له عد علي السؤال فأيله نفس اللي حصل واللي احنا طرحناه لحضراتكم آه مظبوط تحياتي لك سيد أحمد عبدالهاد وزير خارجية روسيا عميد وزراء الخارجية سيرجي لافروف يعطي فيه محاضرات في كليات روسيا الشخص مخضرب ده فعلا واضح جدا أنا مش مش شاف الاسم آآ أبو محمد لأن المونطر أنا عندي كده مش واضح قوي غيروا اللون بعد إذن حضراتكم لأن اللون اللي انتوا حطونا ده من نسبة لي مش واضح قوي هو فعلا كان ظاهر على الرغم من أن طبعا ما عنديش الخلفيات التاريخية الكاملة بتاعته ورغم زيالك ظهرت من خلال تصرفه في الإجابة دي تطلع زكي جدا وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم عشان الواحد مهنته هي الصحافة في الأصل ويمتخصص في المجال ده وبالتالي الواحد بيقدر يحل الكويس أو يتصرفات الشخص المسؤول اللي بينطرح عليه السؤال شوفوا بقى حضراتكم سيرجي لافروف رد عليه وقال له إيه قال له الأوكرانيين مشغولين دوما بما يمكنهم سرقته يعني دايما الأوكرانيين والرئيس الأوكراني دايما بيفكروا إيه اللي ممكن ينهبوه ويسرقوه لذلك يعتقدون أن الجميع مثلهم دايما أوكرانيا بما فيها رئيس هدولي مشغولين دايما وبيخططوا دايما في أي حاجة عشان يسرقوها فهم متصورين أن كل الدول وكل الشخصيات زيهم ثم قال إذا كنت دائما في حالة طوارئ اللي سرقت شيء ما فستعتقد أن الجميع مثلك شفته اللطن وشفته سيرجي لافروف رد الزي ثم سيرجي لافروف قال إحنا عندنا روسيا بتنفذ الأهداف بتاعتها اللي أعلنت عنها بشكل واضح ورسمي وهي إنقاذ المنطقة الشرقية دية المهمة بتاعتنا ودية إحنا أعلننا عنها وبالتالي إحنا ما بنمشيش من الدارة مثلا أو بنحقق أهداف خفية إنما الهدف بتاعنا المنطقة الشرقية وحررناها وهنستمر وهنواصل تحقيق الهدف بتاعنا أما أنتم كأوكرانيا تفكرون بما يمكنكم سرقته وتعتقدون أن الجميع مثلكم مجموعة من اللصوص إحنا أعلننا عن الهدف بتاعنا أوكرانيا لا إحنا قلنا إحنا هنعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة في واضح النهار وبننفذ في حين أن احنا بننفذ أهدافنا إلا أن أوكرانيا بتفكر تسرق إيه وتنهب إيه لأن كنتم دولة كلها حرامية ثم تحدث عن القمح نحن لا نمانع في تصدير القمح عبر الموانئ الروسية لكن بالشروط الروسية اللي تم الإعلان عنها في المباحثات ما بين تركيا وما بين روسيا إحنا كنا خصصنا حلقة عن ذلك يعني إحنا عندنا مجموعة من الشروط لازم أوكرانيا تنفذ إحنا ما عندنا إش مانع إحنا ما بنحبش أن إحنا نجوع العالم وقلنا في الحلقة بشكل سريع جدا أن كانت شروط روسيا أهلا وسهلا يا جماعة بس عندكم مجموعة من الألغام مطلوب إزالتها من منطقة الموازية لدنباس في البحر الأسود هذه هي واحدة الحاجة الثانية أن السفن الروسية تحل محل السفن الأوكرانية والسفن التركية بحيث أن هي تصاحب كل السفن اللي بتتحرك في قلب البحر الأسود لحد مضيق البصفر وبالتالي دية شرط أو عدة شروط أعلنتها روسيا في المباحثات التي أجريت ما بين الطرفين ما بين تركيا وما بين روسيا بالإضافة إلى زي ما أنا هسمح برفع العقوبات عن القمح الأوكراني اللي تعفن في قلب السفن مطلوب أنك أنت ترفع كل العقوبات عن الصادرات الزراعية بتاعت روسيا يعني روسيا بتحط شروطها وبتفرض شروطها وهي حط رجلة على رجل سيرجي لافروف قال أنا ما عنديش مانع أن يتم تصدير القمح الأوكراني إلى كل دول العالم بس بالشروط الموضحة سابقا طبعا أوكرانيا تهبلت بناء على النتيجة دي أولغنيكو ليكنكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية قال إيه ده؟ ده كلام فارغ كلام ده مرفوض أوكرانيا وضحت موقفها وقالت المعدات العسكرية الموجودة في المواني ديت مهمة جدا لحماية الساحل ومهمة لتسيير دوريات في طرق التصدير في البحر الأسود يعني أوكرانيا رفضت الشروط خلاص يا عم الحاج أنا قلت هوت يا أخوانا أنا كده عداني العيب أنا قلت أنا ما عنديش مانع أن يكونت تاخدوا الأمحة أساسا من أوكرانيا بس إنت زي ما أنت بتطالبني أن أرفع العقوبات عن أمح أوكرانيا مطلوب النسياتك أساسا ترفع العقوبات عن القمح الروسي هذه بتلك حالتها طبعا فلادمر بوتين في موقف تفاوضي قوي جدا آه مظبوط في كل الأحوال ما هو طلب ما هو عارف كويس جدا أنه هو مش بيحارب أوكرانيا هو عارف كويس أو أنه هو بيحارب الناتو لذلك الكلام ما كان شي موجه لأوكرانيا أنا ما كان موجه للناتو وبالتالي روسيا عملت فضيحة بجلاجل خلال المؤتمر الصحفي اللي أقد منذ ساعات قليلة واللي دفعوا فيه هذا الصحفي الأوكراني في سبيل قال يعني إيه هيحاول يعمل لمسة أكتاف لسيرجي لافروف فصفعوا سيرجي لافروف بالإجابة بتاعته بالتصريحات بتاعته بشكل هادي جدا مجموعة لصوص مجموعة حرامية مفكرين كل الناس زيكم ده حسسنا أساسا أنه نغنقى في قلب الشارع طبعا كفاه ووفا شوفوا حضراتكم بقى التطورات على مصاري الجبهة الأوكرانية الروسية سيرجي جيداي حاكم لوجينسك أعلن بأن أوكرانيا لا تستطيع استعادة مدينة السفر دونتسك الاستراتيجية إلا بعد وصول الأسلحة الغربية بعيدة المدى يعني إذن اعتراف ضمن بأن هما خلاص مش قادريني يرجعوها في ذات الوقت اللي فلادمر بوتين أعلن بصريح العبارة لو أنتم جبتوا أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا هتبقى المواجهة مباشرة ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية على عينك يا تاجر زي ما قلت لحضراتكم في حلقات سابقة اللعبة أصبح على المكشوف وزارة الدفاع البريطانية أيضا أعلنت أن روسيا بتكسف جهدها في التقدم للجنوب من بلدة إزيوم شرق أوكرانيا يعني طبعا العالم كله بدأ يعترف بأن روسيا بتتقدم بمعدلات غير عادية والتصريحات كل يوم بتؤكد ذلك بما يؤكد بملاطع مجالا للشت أن روسيا مش سيطرت على الموين ومش سيطرت على السفن الأوكرانية ومش سيطرت على القمح الأوكراني ومش سيطرت على المدن الأوكرانية بلادمير بوتين سيطر على كل مقدرات الأمور المتعلقة بحلف شمال الأطلاصين رجل مخابرات رجل يستطيع إدارة المعارك بشكل غير عادي يومكم جميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر